بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا السؤال وردنا عن جنة آدم عليه السلام هل كان على جنة على الأرض أم في السماء أنا أود أن أقول أيها الأحبة لا داعي أن ننكر الحقائق الواضحة في القرآن حقائق واضحة جدا الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قال اهبط منها جميعا إذن هل يمكن أن يعاقب الله سبحانه وتعالى إنسان وهو سيدنا آدم لأنه عصى ربه لم يلتزم بالأمر الذي أعطاه الله إياه وهو ألا يأكل من هذه الشجرة عندما عصاه غواه إبليس وعصى آدم ربه فغوا هل العقوبة أن يخرج من جنة بستان على الأرض إلى منطقة أخرى بالمنطق يعني أنا أتساءل بالمنطق لو فرضنا سيدنا آدم عليه السلام يعيش هو وحواء على هذه الأرض في حديقة في بستان في غابة خذ أفضل أماكن طيب هل العقوبة هي أن يخرج من منطقة إلى أخرى مثلا؟ طيب ما هذه العقوبة؟ هو بقي على الأرض إذن ليست عقوبة؟ طيب بالنسبة لإبليس قال له الله فاخرج منها مذؤوما مدحورا طرد إبليس من الجنة لأنه رفض السجود لآدم واستكبر وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين خاطبه الله في آية أخرى قال له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك العنة إلى يوم الدين فاخرج منها أي من الجنة طيب يعني هل للعقوبة تتصورون أن يخرجه من بستان على الأرض ليجلس في مكان آخر مثلا؟ طبعا لا يعني هذه الشواهد كلها تدل على أن هناك حدث عظيم جدا هو نزول أو هبوط سيدنا آدم من السماء إلى الأرض من جنة على السماء ولكن ليست جنة الخلد يعني على فكرة أيها الأحباء الأبحاث العلمية كشفت لنا أن مجرتنا فقط فيها 17 مليار كوكب شبيه بالأرض 17-17 مليار كوكب شبيه بأرضنا هناك مليارات المليارات من الكواكب في الكون الشبيهة بالأرض إذن من الممكن أن سيدنا آدم أن يكون في أي مكان في السماء على أي كوكب ليس من الضروري أن تكون جنة الخلد يعني بعض المفسرين الذين قالوا أن آدم كان على جنة على الأرض أو جنة الخلد يعني ليس هناك احتمال ثالث إما على الأرض أو في السماء يعني في السماء جنة الخلد لا نحن لا نعلم أين جنة الخلد أصلا لا نعلم هل هي في الأرض في السماء في عرضها كعرض السماء والأرض لا نعلم أين ستكون ولكن الذي نعلمه أن آدم أهبط منها قلنا أهبطوا منها جميعا إذن أيها الأحبة الآيات التي نجدها في القرآن كلها تؤكد أن سيدنا آدم كان في السماء ولا توجد آية يعني ولو تلمح إلى أنه كان في الأرض بل قال عز وجل منها خلقناكم قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين طب لو كان يعيش على الأرض سؤال سيدنا آدم لنفترض يعني أنا دائما أستخدم التخيل أتخيل يعني سيدنا آدم عليه السلام يعيش في بستان على الأرض ويأكل من ثمر هذا البستان أو هذه الجنة وأنهار وكذا طيب عصى الله أراد الله أن يعاقبه قال له أخرج منها خرج منها خرج من أين من أرض إلى أرض طيب هل يقول له ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين لا معنى لهذا الكلام إذا كانت الجنة على الأرض أصلا وخرج من مكان لآخر الله تعالى عندما طرد إبليس من الجنة قال له فما يكون لك أن تتكبر فيها يعني خاطب إبليس قال له ما يكون ما يكون لا ينبغي أن تتكبر في الجنة أخرج منها هذا مكان طاهر مكان لا يعصى فيه الله سبحانه وتعالى وعندما خرج خرج إلى الأرض ولكم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فإذن أيها الأحبة الإنسان الأول وهو سيدنا أدم الذي كان يعيش في هذه الجنة في السماء ليس فيها جوع ليس فيها عري ليس فيها ظمأ ليس فيها لا تضمأ فيها ولا تضحى ليس فيها شمس كشمسنا لأنه لو كان على الأرض على الأرض نحن نضحى نتعرض لأشعة الشمس في الضحى قد تكون أشعة حارقة الجنة في السماء أو على كوكب آخر في السماء لها مواصفات أعلى بكثير من الأرض إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى لا تضمأ لا تشعر بالعطش ولا تضحى لا تشعر بحرارة الشمس ولا تجوع ليس فيها هذه مواصفات غير موجودة على الأرض القوانين الفيزيائية على الأرض تحتم أن الإنسان يجب أن يجوع ويعتش ويبرد ويصيبه المرض ويصيبه كذا لذلك أيها الأحبة نقول من المؤكد أن سيدنا آدم كان في جنة على السماء ونزل إلى الأرض بعد أن عصر الله ولكن الفرق بينه وبين إبليس أن آدم تاب إلى الله استغفر رجع إلى الله ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا قول آدم وحواء يناجيان ربهما سبحانه وتعالى بينما إبليس لعنه الله قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كن ذريته إلا قليلا يعني يهدد ويتوعد لأضلنهم لأمنينهم لأفعل كذا لأفعل كذا لذلك أيها الأحبة الفرق بين التواضع والاستكبار هو الفرق بين سيدنا آدم وإبليس لعنه الله إذن نأخذ عبرة ألا نتكبر وأن نتواضح لله سبحانه وتعالى ونتوب ونرجع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين والمتطهرين إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته